السلام عليكم اليوم جاء بكم مقطع جديد اليوم جاء بكم مقطع ما ينكره جديد شكرا لكم على الدعم والله يسعدكم جميعاً خلونا نبدأ الحلقة منطقتي ما سويت فيها ولا شيء للأسف يعني كل مرة قلت بأسوي بأحط بدايت ذكرنا ما عندي بيكن ففكرت أني يجيب البيكن من المكان حقي المحل حقي خلنا قول محل حقي وبرضه في نفس الوقت لازم نشوف أول شيء ناخذ معنا باكوب من الجزر أتوقع كان معنا الشالكر في كمية والله مو بكثيري سراعة يعني عبارة عن ثلاث ستاكات بس فيبغاننا أن نسوي اللي هو والله يبغانا كثير وين اي ما معي أنا ما أقوله ما معي شيء والله مجد كم ناقص بالضبط لكن بحاول أني أسوي اللي يقدر عليه يعني هنا في محل محل فروغلايت أتوقع أنه كان ناقص منه شيء واجد لكن نروح هنا ونحط شوية كولد ما أدري هذا تكفي هذه أتوقع أنه تكفي مع هذه الكمية فأنا أخذها ونروح لسبون طيب وصلنا للمحل شيء كلا هذه هذه ما قد أحصل منها بدا للأسف هذه هذه إيه ذكرت أني شايف هذه ناقص منها فنحط ثنين ثلاثين هنا ثنين ثلاثين هنا مش باقي باقي الجزر نشوف الجزر كم ناقص منه أذكر أن فيه وكان واحد يسرق يعني هاش فهذا ما ناقص منه لفوق فأشي كويس هنا ناقص ستا فحب تنكروا كوين ممتازة جدا أوكي هنا ناقص يساتر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني في واحد ما دفع الله يسعده أوكي خشيك هذي كفيها شي لا والله فيه يعني في واحد دفع بعد ما قلت أن في واحد يسرق يعني ما أدري ليش كادي يسوي هذا الشيء يعني همشي هنا رجع يعني أو دفع حق معي هنا كرافتنج فنجيب الكرافتنج ونجيب القولد ونجيب الجزر اللي معنا ونحط القولد الكارات ونجيب هذه فنحط القولد الكارات وخلصنا كذا ناخذ كمية بعد زيادة الحمد لله إن عندنا كمية جولد حلوة نقدر أسوي فيها أو ننعش فيها المحل بس الباقي إننا نسوينا اللي هو دائما أقول إنهم يجيب قرويين بحطهم يسويون للكارات وجمعون من نفسهم بس ما أدري ما تبسويها يعني والله ما أدري ما تبسويها طيب خلو نعبي هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بس ستة والله شيقة ريالي ليه؟ يعني بقي لي هنا ستة حبات أو ست استاكات وهنا تسة استاكات يا ساتر هنا بقي معي ثلاثة بس أوكي بنحط ثلاثة هنا والله في هذا ودي أحط مني شوية شباب بس خلاص خلاص حط القولد اللي معنا طيب أنا وش جاي أسوي أصلا جاي أسوي شيء في محل سبيت مون محل سبيت ما عليش في المكان اللي سواه سبيت فلازم أني أشيل تشست وألف في يمين شوي وأحط هنا التصميم حقي وش رح أضيف؟ أنا قاعد أفكرني أخليه فوق ولا أخليه؟ والله أنا مدري صراحة قاعد أفكرني أخليه هنا وأفكرني أخليه فوق هنا بيعطي شكل لكن فوق في ساحة المعركة بيعطي شكل أفضل يعني أني أحط هنا في اليمين وأحط هنا في الإيسار فشكلي بخليه فوق لأن هنا بطر أني أروح أشيل تشستات وهذا الأشياء وأنا ما أبغى أخرب ولا شيء فأستاذت من سبيت وقلت لأني بسوي هذا الشيء قال دائما بجم المكان أخذ راحتك فإن شاء الله بسويه لحيء طيب جهزنا بعض الأغراض وفيه غرض صراحة ممعي فأضطرت أني أخذ من سبيت اللي هو الاندروت وقلت لسبيت رأي يعني أحد يقول لأه زرافتا شباب أدوه شوي هذه الأغراض اللي نحتاجها خلونا نشيل كروكون ونحطها هنا ونسوي لنا ستاند ستاند كتاج خشب وسموث ستون سلاب أتوقع أن معي سموث ستون سلاب هذا طيب سويت كمية كبيرة ما أدري ليش بس معي هنا ستيكس ومعي ويسوين لكم نحتاج واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثلاثة أربعة توقع أنه أربعة يتكفي إن شاء الله صدقوني بدينا نسويه من هذا الشيء اللي هو سلابس والبلوكات أتوقع معي هنا أيوه معي هذا ناخذ أربعة نزرعها ومعنا البون ميل هنا نزرع كم شجرة زي كذا أربعنا معي هنا الأكس أصلا أصطرنا نزرع هنا ونجمع الكمية اللي نبغاها لاحظت شي إني ما انتبحت أنه ينكسر قالي لا يترب تنكسر عيان لازم نلحك والله لازم نلحك وين غولد فارم وينها؟ طيب وصلنا إلى المكان غالب أنه بيكون مكاننا حينا فما أدري كيف أبدى صراحة أنا ما أود يخرب المكان في نفس الوقت ما أود أنه يكون ما أخذ حيز فهمتوا؟ يعني ما أدري لو حطيت كذا حطينا ما أدري ما هو التصميم بصير بس نجرب ونشوف شو تطلع معنا طيب ونسوي كذا حلو طيب بعدين نسوي كذا ونحط هذه كذا حلو الحين معنا للتشين نضطر أن نحط واحد كذا ونوصل الثاني بعدين نكسر هذا ونعيده من جديد ويكون موصل فيه كذا وبعدين نجيب آخر شيء الاندروت حلو سبحان الله دائما انسى والله دائما انسى يعني جبت كل أغراض معدى غرض واحد داللي هوريدستون اللي يعتبر مهم جدا حلو سنشي ثاني أصفر أصفر أنا عندي البنارات هنا حلو كنت أفكر أن يسوي زي هذا بس يكون خلونا نجرب خلونا نجرب معنا اللوم هذه كتوقع طيب نضطر أن نسوي واحدة جديدة من هذه البنارات نسوي هذه بعدين نغطيها نحتاج اللون الأصفر ما لألك كذا يعني شيء مؤقت فلازم نحتاج اللون الأصفر حلو الثانية توقع أنهم مكتفين صراحة من اللون اللون الأصفر فبنضطر أن نخربط صراحة في هذه اللحظة يعني معنا البنار نضطر أن نسوي مدري كيف يكون صراحة خلونا نشوف الأشكال الموجودة يمكن يكون فيه شكل لناسب ستايل الياباني صراحة هذا أفضل شكل فنأخذ هذا الشكل وبعدين نجيب اللون الأحمر شوف الشي يطلع معنا لو حطينا ما في شي يضبط للأسف دعنا نأخذ هذا نخربط شوي لأنه ما عندنا شكل معين أبدا بنضطر أن نخربط عشان يطلع معنا شكل مقبول جبنا العيد شوي فبنضطر أن نرمي هذا حرفيا مخيس نجيب هذا اللون ونجيب معنا الأحمر كثير فنأخذ هنا زيادة نضطر أن نسوي واحد جديد هنا نجيب هذا ونحط اللون الأحمر ونختار هذا الشكل بعدين نجيب اللون هو المفروضأن نأخذ من الجنبين معنا نختار كثير من الجسار بس شفوا هذا والله هذا جامد جاز لي صراحة هذا جاز لي خلونا نكمل على هذا نشوف يطلع ما نشي اصلا أو لا اوكي لو خذينا البوردر بيطلع في النص بيطلع عليه اي شي جامد يلي شوي غير راي والله جزت اني اجيب شي خلاص اسويه خلونا ناخد ذا اوكي خلونا ناخد ذا يمكننا نكرر زي ما نبغى فانا اخذ منه اربعة وصلنا للمكان خلاص نقدر نضبط الشي اللي نبغاه نحط هنا هذا الشي الستاند نحط هنا برضو استاند ونجيب الريدستون ونحطه هنا ونحطه هنا اوكي من الواضح اني جبت العيد بهذه حطيتها غلط هنشيل انا ما قد كسر كل شي الله يسعدك نحط هذا هنا ونحط الديس بنسر كذا نضطر ننسوي كذا يعني توقع الحين بيضبط اتوقع يعني والله العالم يعني لو خلنجرب نحط وحبته لهذا ونجيب الريدستون ونحطه هنا يب ضبطت فافضل حل انك تسوي انك تحط الريدستون هنا بعد اتجيب هذا تحطه هنا بعدين تحط الستاند وحده كذا ونحطها من جديد خلاص خلصنا شو كيف انه سيف ممسوك مش بنضيف بنضيف هذا الشي هنا بيعطي شكل وبعدين وصلنا لها المرحلة لازم لنسوي هذا الشي زي كذا بعدين نجيب هذا بلوكات ونحطها قدام فيطلع الشكل زي هذا ثلاث بلوكات قدام وهذا هو الشكل نجيب الحين السلاب نحط واحد اثنين ونحط واحد واحد اثنين ممتاز بعدين نسوي نفس الشي هنا نفس اللي سوي نعقب شوي نحط حبة هذا الريدستين بعدين نشيلها بنوصلها خلون نجيبها من هنا ما ادري انا قاعد افكر نخليها بالعكس ان هذا بيدخل بيكون السيف على يسار هذا بيدخل بيكون السيف على يمين لا لازم نخليها نفس الشي نوصل هذا زي كذا ونجيب الاندرود اخر حبة معنا اللي هي هذه بعدين وش نسوي نجيب اللي هو الديسبنسر الريدستون عشان بس يخلينا نحط بلوكة زي ما نبغى ونحط هنا حبة ارمار ستاند نشغلها كذا خلصنا من هذا الجهة الحين نروح للجهة الثانية وبرضو نسوي نفس الشي هنا نشيل هذا بلوكة نحط فيها الارمار ستاند حبة الريدستون هنا هذا ممتاز بعدين شو نسوي نجيب اللي هو البنر هذا ونجيب هذه الأشياء ونحطها هنا يعني معنا هذا بلوكة نحط واحد هنا واحد هنا ونحط فوقه هنا ملصق ما ادل ليش ملصقه للدرجة بس انه نشوف عادس السبيد هل بيجيب الشكل ولا لا ما ادري صراحة وما ادري هل مكانه صح ولا وبصح لما انا ما ادري لكن لازم اوري السبيد قل ها ما شرايك كذا الشكل حلو وحلو وبيجامل اكيد يعني بس افضل من لا شي يعني افضل ما يكون المكان فاضي وهذه اضافة حلوة يعني سيف سمراي وكذا نحط هنا مثلا لون برتقالي هنا لون ازرق وبرضو نحط هنا في هذا الشي ونحطه هنا ونحط برضو هنا هنا برتقالي وهنا ازرق هنا ما ديش يحط صراحة فنحط هذا الشي هنا كيف طلعت جميلة اخر اضافة لازم نضيفها اللي هي بوتنز بس بس ما ديش يحط بوتنز يعني ودي بوتنز يكون لونه غريم الاسود حاولت ان يسوي بس ما قدرت للأسف لو نيجي هنا نحط هذا ما نقدر نسوي منه بوتنز حط هذا ما نقدر سوي منه بوتنز هذا ما نقدر سوي منه بوتنز فما ادري شنون نسوي ال بوتنز فغالبا ان بنحط ستون عادي الين بعدين مادي هال من بعدلينها لان اللون طعب انك جيب لون كويس ويضبط علي كل شي فنضطرنا نأخذ من هنا عندنا كمية ستون حلوة أربعة باتنزل تكفي ممتاز طيب نضيف الستون الأول الستون الثانية وبرضو نفس الشي هنا فما أدري رأيكم هل تحسون لإضافة حلوة ولا لا يعني أوكي متقدم بلك بس إنه أعطى شكل صراحة هل تفكرني أضيف أني أطول المكان أكثر من كذا مثلا زي كذا هذه المسافة تكون زي كذا والأبيض يكون أقل منها بحيث إنه ما يكون شكل عادي بيكون لا طالع محتى كنا قروي شوي لو تلاحظون يعني بس إنه أفضل من إنه يكون كلها نفس الطول لازم نكسل قاعدة شوي يعني زي كذا حلو كذا خلصنا أعطونا رأيكم من عشرة يعني هل تحسون شكل حلو ولا ما بحلو خلونا الحين نروح على المكان حقنا طبعا أنا في الحلقة اللي راح تطورت هذا بالغلط فأعتذر يعني في ناس قلوا حركت علينا ما كدري شباب إذا واحد يبني مفرض أن يغطي يعني بساعد يعني قريب من مكاني ما قدرت يبغى أن بعد شوي نشوف مكان حق أتوقع ريفريكس هنا ندخل ونشوف هل في أحد طلب ولا لا أوكي طلب حلو من أوسمز خلو نشوف نحتاج خمس بنارات شكل قبعة لوفي وشكرا ممتاز نقدر أسوي والله نقدر أسوي قبعة لوفي بغن نشوف تصميم جيد و بعدها نرجع لكم بإذن الله حلوين جاهزين للحين عشان نسوي قبعة لوفي أول شي نحط اللون زي ما نبغى عن اللون الأسود ومعنى اللون الأحمر ومعنى اللون الأصفر أحمر أسود أوكي حط البنار بعدين نحط اللون الأصفر نحط أوكي هذا هي بعدين نحط اللون الأحمر ونحط الخط اللي في النص من الحين بانت القبعة بعدين نضيف اللون الأسود ونشيل الأطراف كاملة البوردر ذا فلو تلاحظون الأطراف اللي ساروا اليمين كلها مشهولة فلو سوينا كذا وجبنا اللون الأسود وحطينا من فوقه راح يطلع معنا هذا الشكل بعدين نضيف اللون الأصفر وراح يكون الشكل من تحت لامو بهذا وين 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 فقعنا هذا يب هذا هو الشكل وفآخر شي بيوضح لكم الحين لو ضغطت على كل وحدة يبين لكم أي وحدة هي اللي منفروض نأخذها يعني أوكي هذه كبيرة مرة مستحيل نأخذها لو رحنا وين 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 يعني يوضح لكم يعني يوضح لكم الشكل هنا شيك على قفاة لوفي والله شي جامد والله والله جامدة والله مرة حلوة أعجبتني والله فهو يبغى منها خمسة فنجيب هذه واحدين ثلاثة أربع والخامسة معها بالضبط خلونا نسوي بستة ونخلي واحدة عندنا يمكن نحتاجها بعدين نعرضها في المحل ولا شي فهذه لازم يشيلها لأنها سيئة جدا فنحط البنار هنا والخمسة هذه جاهزة لأوسمز فيبغى لنا بس اللون نحط اللون وينه توقع أنه معنا أيوها معنا هذا فلازم الحين نروح أوسمز ونحط له ومكانه يعربي أنا يبقاعد أحرق شي توقع لنا منزل حلقة هو وقت ما أصور لحين لازم نحط هنا الكرافتينج ونسوي لنا التشست أول شي حط التشست زي كذا عشان ما يخرب الأرضية اللي تحت ونحط فيه الخمس بنارات زي كذا نكتب وش نكتب وش نكتب وش نكتب وش نكتب وش يخلونا نسوي اللي هو ستيكس الساين نكتب عليه ما أنك أول طلب على البنارات فطلبك كامل بثنين كرو كوين نهي الوحدة أصلا نسويها بثنين كرو كوين والباقية تأخذ عليها على كل حبة أخذ عليها حبة زيادة لأنها تحتاج صوف زي كذا لكن لأنه أول طلب بثنين كرو كوين ونكتب هنا فيس اللون ونحط اللون هذا اللي ينور حالو حالو بما أنك أول طلب على أنا جبت زياد بما أنك أول طلب على إيش على إيش على ذي يا ساتر الحيب نرجع للبيت أوكي أوكي نرجع بس ناخذ هذا اللون بس ناخذ مننا أربع يا بوي تابنا الحيب جيد ما أنك أول طلب فطلبك كامل بثنين كرو كوين نحط اللون الأحمر ونحط هذا اللون ونشيل كرافت هكي حقتنا بس وصلنا للطلب وبالعافي عليه وصلنا لين حد البيت يعني ما في أي عذر ثاني هذا سويته هنا خربط فيه كالي بسوي شي حلو وآخر شي جبت العيد عادي يعني هذا تصير تصير يا شباب هنا نحط باقي الأغراض حقتنا نروح لسبون ونشوف محل ريفريكس حق ماك لازم نوريكم شي بعد أسطوري أنا ما راح نزلكم المقطع إلا وأنا متأكد صاحب الشي سواه خلص أخلونا الحين نروح على وصلنا إلى ماك مثل ما تشوفون هنا المرجحة حفرة دي غريبة يمكن عشان الألعاب وووو يبيع فيها جزر ذهبي جولدون أبل وحركات هنا لحم هذا هو المطبق ممتاز والله والله ديم هنا منطقة الألعاب هلو ندخل نرقى فوق نشوف وش فيها بس كذا حلو هنا وش فيه ووزح ليقى من فوق حلو 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 هنا باركور ممتاز خلوه نرقى البركور هذا شوف هل نقدر نخلصه بسرعة ولا حلو هلأ حلأ لا لا اطحنا أبي خلص الباركور يا شفاب تكفو سقر راسي فوق ما أدري أحس أنه في شي غلط بس ما أدري وش يمكن أنا الغلط طي وخلوه نرقى فوق نشوف حلو حلو والله صميم جميل يا ريفليكس إن شاء الله ما يكون منافس يعني يعني أنا ثلاث ستاكات بوانكر كوين طرح يعتبر مر رخيص بالنسبة للمحل الجزر والله العظيم أنه يخسرني مر روادد لأن الجزر مو بعندي فأضطر أني أروح أجيبه وبنفس الوقت الجولد فارم لازم أني كتفك عندها واجد هنا ما أنا أخذ ولا شي فلازم أني نسوي بنارات ما أدري متاع والله أني ما أدري متاع أعتذر إذا حلقات قليلة والله العظيم أنها مو بيدي يعني ودي أني أسوي حلقات بس أني منشغل مرة 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 منفل اليوتيوب لا خارج اليوتيوب إذا فضيت بإذن الله أني أسوي لكم مقاطع أكثر وحطوا في بالكم أن النت يعني ما يساعد إذا أصلت لي هنا لايك واشتراكك خلونا ندخل على أي لازم ندخل بوابة النذر اللي سواها سويت يا شي عظيم والله شي أسطوري شي أسطوري هلأ أنتم مستعدون والله العظيم الشي اللي سواه مفطبي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سويت إيش هذا يا مجنون والله العظيم يشكل خرابي خرابي طبعا المكان لو نطير بس نوريكم من فوق تحرك عبارة عن ثمان بيومات واحدة ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية كل بيوم شي ثاني ديرت ساوساند هنا حق البحر هنا حق الاند هنا حق النذر هنا الثلج ما ده يشتر اللاق الغريب اللي قاعد يصير هنا البيوم العادي هنا الفطر صف الله التفاصيل يا ساتر إنه هذه كنة بحيرة لخطبوط آه شي مطبيع ويش ذا ما شاء الله كي شي عجبني مرة هذا الفطر ذا عجبني شكله مرة هلونا ندخل نشوف ريا ساعت ريا ساعت منظر بعد حاركات والله شي جميع صدق والله شي جميع صدق هنا الجبال الشجار الشغل تروا متهم مرة يعني أنا أنا الحين استهلت على وجه أني ما سويت شي زي كذا إذا وقت بدأت سير لنهاية لين الحين ما توقع أني أقدر أسوي شي زي كذا لأنه متعم 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 مرة طيب وصلنا إلى هذا المكان تطع لكم لقطة الحين قبل هنا نزلون الشباب وزي كذا صورت جزئية وأنا أضيف الرؤوس وبعدها برجع لكم هذا المكان حق لا والله شي سطوري المبنى شي سطوري ما شاء الله شي شي مبطبيعي فيبغاننا نمشي هنا ونشوف الأشياء الموجودة هنا عشان نضيف الرؤوس اللي معنا فهنا مثلا أوكي اي الحسنة مو مرتب فأني لو ندور سكويد مثلا أنا معنا سكويد وزومبي نوعين الكارتوغرافر والزومبي فارمر وعندنا إيفوكر إيفوكر توقع أننا هنا إيفوكر 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 ووضفوه الإيفوكر أوكي طيب ندور شي ثانية هني إيفوكر على جنب هذا الشي الفانتم أتوقع أننا أخوذ وعندنا بعد رأس الخروف هذا براون ريلانا والله في أشياء مر كثير يبدينا نضيفها أحسن يبدينا نسوي تحدي لن نجيب الرؤوس حقتها بس إنها صعبة شوي أوه الفانتم أضافوه بعد حلو فيليجار أوكي سكويد ضيفين ما بقل الثنين زومبي والقاست والله هذا القاست حلو 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 هذه أول إضافة الحمد لله أوه الزومبي في النص يقطع من الفهاو أنا ليش ما شفتها أوكي زومبي 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 فيليجار زومبي أوكي نشوف باقي الأشياء أنا مدريش مركز هذا هو حلو هذا هو زومبي فارمر حلو هذا هو يعني أضفنا ثلاثة رؤوس تقريبا حلو ما شاء الله والله شي كويس لامشيب براون 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 وين البراون هنا البراون أتوقع قدام صح يوب هذا هو حلو حلو هنا هنا يا طيب أوكي طر هنا حلو ما دل ليش كيف خلصنا الحمد لله بخلونا هنا نشوف وش الرؤوس اللي ناقصة هنا صعبة نجيبها والله في رؤوس هنا مواجد ما نحطت بس هنا كبير نحطت في رؤوس جديدة ويت تريد لاما أو ويت تريد لاما سكويد السلايم باقي رؤوس واجد فيمدينا سوي منها يعني محتاج حبيت أني أوريكم المكان مرة ثانية قبل وبعد قبل ما يضيفون الرؤوس يعني في رؤوس كثيرا انضافت بعد ما صورت الجزئية اللي قبل شفتوها كل الوان الشيب موجودة توقع رفريكس درجية وفاصلية واللي عندهم شيب هنا عندنا شبعد جرين باروت وش بلو باروت هذا ببغاء عقد الزدها يعني ولا ايش كل لوت هذا مادر في صراحة لديها هيونات جديدة أول مرة شوف الأمانة المهم عظم رأيكم بهذا الشيء سويته هنا بس كذا نتات الحلقة هنا أراكم بسيف سمراي هل هو كويس ولا كويس هل تفاصيل تحسون كويس ولا كويس إلى هنا تات حلقة اليوم اللي ما شف حلقات ماين كرو قائمة تشغيل خاص بماين كرو كاملة ماين كرو سيزن 2 نتات مالعافية نشوف كم على خير سلام